يبدأ وزير الخارجية سامح شكري جولة خالجية تشمل قطر والرياض وذلك لرئاسة وفد مصر في أعمال اللجنة العليا المشتركة مع قطر والاجتماع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخالجي في إطار آلية التشاور السياسي بين مصر ومجلس التعاون هذا ومن المقرر أن يترأس الوزير شكري غدا في العاصمة القطرية الدوحة مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وقطر تتناول اللجنة مختلفة أوجه العلاقات التنائية فضلا عن إجراء مباحثات معمقة بشأن القضايا الإقليمية وعلى رأسها أزمة قطاع غزة وجهود البلدين في سبيل إنفاذ التهدئة ووقف الحرب الإسرائيلية ضد القطاع